نروح لشباب سالة الاهل الحقيقة فيه انجاز كبير جدا حصل انه فريق 3 على 3 تحت 18 سنة بطولة العالم بلعبوا البسكت عشان اقول لكم بس تبوا فاهمين فيه 5 على 5 واستحدث الاتحاد الدولي نشاط جديد من فترة قريبة 3 على 3 وبمناسبة 3 على 3 لعبة اولمبية يعني من كتر ما هي منتشرة والهدف من 3 على 3 انت بتلعب عن نص ملعب وليك بعض القواعد كده المختلفة شوية عن 5 على 5 منتخب مصر شارك مع 4 لعبين 3 منهم من النادي الاهلي عبدالله عبدالله ناصر ومحمود وليد ومؤمن طريق خيري وطبعا معاهم مين كمان يا جماعة الرابع الرابع مين يا جماعة عشان انا مش قدامي اه يعني اصدأ اقول لكم انه 4 لعبين منتخب مصر ده محمود وليد وده مؤمن طريق خيري وعبدالله ناصر وطبعا لعب رابع الاربع مسلو مصر نجحنا في انجاز كبير ان احنا نتقاهل لنصف النهائي اول مرة في اي تاريخ البسكت ان احنا نتقاهل في اي نشاط حتى لو تات على 3 الناس شايفتها لا تات على 3 برضو لعبة مهمة وخليني اقول لكم ان خسرنا من اسطونيا في قبل النهاية ولعبنا تات ورابع مع بلا الروسيا وللأسف خسرنا وخدنا مركز رابع بس انجاز كويس وحنا فخرين بالولاد دول واكيد دول ممكن يكون نواة كويسة هو بس انهم من دول النجوم عندنا بلعبه في 5 على 5 هو بس يعني اه طبعا اتحاد السلة فضل ان يجيب لعبة منتخب 5 على 5 يلعب بيهم تدعي تتحقل انا مفيش حاجة في اللاعي حتمنع ولكن طبعا الفرق التانية او المنتخبات الاخرى بتشارك بلعيبة يمكن مش بيبتواجدوا قوي مع 5 على 5 ولكن في كل الاحوال هو انجاز وانجاز يحترم ولعيبة عامة اللي عليها ورجالة وفخرين بيهم جدا واكيد هيكونوا ضيفنا بحلقة من حلقات الابطال لما يرجعوا بالسلام ان شاء الله لارض الوطن اشتركوا في القناة